في تطور يثير القلق على الساحة الدولية، أفد رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية بأن القوات الروسية تستخدم أنظمة ستارلينك للإنترنت عبر الأقمار الصناعية. وهي نفس الشبكة التي تستخدمها القوات الأوكرانية للتواصل منذ أشهر بناء على اتفاق بين كييف والشركة المنتجة. كييف تقول إن هذا النظام الذي تنتجه الشركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك تستخدمه القوات الروسية في مناطق الصراع التي تسيطر عليها في أوكرانيا. هذا الاستخدام يأتي في ظل استمرار القوات الروسية في تعزيز قدراتها في مجال الاتصالات على الخطوط الأمامية للجبهة. أمر يثير التساؤلات بشأن الأمن الإلكتروني للطرفين وتأثيراته على مجرية الصراع. والأهم كيفية حصول الروس على خدمات الشبكة. هناك مزاعم بأن القوات الروسية هربت بعض المعدات والمحطات اللازمة لاستخدام الشبكة والتواصل معها. رداً على هذه الاتهامات نفى إيلون ماسك بيع أي محطات ستارلينك بشكل مباشر أو غير مباشر إلى روسيا. كما أكد ماسك أن الأخبار التي تزعم خلاف ذلك غير صحيحة على الإطلاق. يعد ستارلينك مشروعاً طموحاً أطلقته شركة سبيس إكس بغية توفير خدمة الإنترنت فائقة السرعة عبر شبكة ضخمة من الأقمار الاصطناعية خاصة للمناطق النائية في أنحاء العالم. يذكر أن شبكة ستارلينك كان لها دور محوري في تعزيز قدرات الاتصال للقوات الأوكرانية في ظل تدمير الكبير الذي ألحقته القوات الروسية بالبنى التحتية الأوكرانية الخاصة بالاتصالات.